سؤال الثاني أو التالي من نفس السائد وهو من روسيا أيضا سؤال لطيف يقول هل يجوز بيع الحيوان على الشكل التالي أن يباع الحيوان ويكون ثمنه بحسب ما يعصر منه من اللحم مع تحديد ثمن الكيلو من اللحم ثم يذبح ويوز اللحم فيعرف ثمن الحيوان هل هذا البيع صحيح أم لا فالعرف عندنا أطراف الحيوان ورأسه لا يوزن ولا يدخل في الثمن يأخذها المشتري مجانا طيب إن هذه المسألة يا رعاك الله من مسائل النظر بين أهل العلم فمنهم من منعها لما يشوبها من الغرر أنا إحنا ما نعرفش الحيوان ده هيوزن كام وهيبقى ثمن كام وقد يختلفوا بعد ما يتبعوا الحيوان ويوزنوا أنا ما كنتش متوقع أنا كنت متوقع هذه وجهة النظر المانعين ومنهم من أجاز وقال الغرر يسير ومغتفر الحيوان شايفينه قدامنا مش حياة مستخبية نقدره بالنظر كذا وفي النهاية بينه وبين صاحبه الميزان فاتفقنا على آليات محددة لتحديد الثمن وهذه الآليات تمنع الخلاف الحيوان ممن ذهب إلى القول بالمنع دار الإفتاء الأردنية سئلت هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيعة بعد ذبحها كأن يشتري لحم هذه البقرة مثلا بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها على أن سعر الكيلو جرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة فما حكم استعمالها في شراء الأضحية نعم فأجابت لا يجوز بيع الشات وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر وهذا من مفسدات البيوع طب الحل قالوا من الممكن أن يصدر من المشتري وعد وعد مش عقد بأن يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو كذا فكين بيع المرابحة للآمر بالشراء موضع بيعمله وعد يقوله اتبعها وأنا أعدك بأن أشتري منك هذه الذبيحة لاحقا لما يبقى اللحمه قدامه شايفه كل كيلو بي كذا ويتم البيع عند وزن اللحم حيث يعلم حينها مقدار المبيع ومقدار الثمن وهذا لا مانع منه شرعا تواصل دار الإفتاء الأردني القول وقد اشترت الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان السلعة والثمن مشاهدين يقول الخطيب الشربيني رحمه الله يصح بيع الصبرة الصبرة الكومة من الطعام يعني يصح بيع الصبرة المجهولة المجهولة الصيعان يعني كم صاع فيها يعني للمتعاقدين كل صاع بدرها وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد الصبرة مشاهدة ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به طيب قالوا أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور إذا كان قد نظر أن يذبح أضحية فلابد من تمام ملكها قبل ذبحها ولا يصح أن تذبح على ملك اللحام يعني أنفعش يقول له طيب اذبح حالي أوعدك أشتريها منك بكذا لازم تكون مالك للأضحية قبل أن تذبح لكي تذبح على نياتك أما أن تكون مملوك للحام ويذبح واللحام ما تنفعش أضحية لابد أن تكون على ملكك قبل أن تذبح كلام جميل فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية دا كلام برد افتهاء الأردنية جزاهم بخير لكن أقول ما لآخرون إلى القول بالجواز ليه قالوا الغرر يسير مرتفع الغرر يسير الحيوان مشاهد كما أن الصبر من الطعام مشاهد ولمعرفة وزنه وثمنه آليات محددة متفق عليها لا كثير في الغالب نزاعا ولا خصوما ثم قالوا قياسا على شراء صبرة من الطعام مجهولة الكيل كل كيل بكذا كما أجستم بيع صبرة الطعام أجيز أيضا بيع الحيوان كل كيل بكذا كما أجستم بيع الصبر من الطعام كل كيل بكذا وبيع الصبر جائز عند الجمهور وعللوا هذا بأن الجهالة بالمبيع بالصبر تنتفي بالمشاهدة اشتري الكوم من الطعام ده إذ رؤيتها تكفي في تقديرها ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل الصبر فيرتفع الغرر وتزول الجهالة وبناء على قول الجمهور يمكن تخريج مسألتنا بيع اللحم بثمن ما يزن من لحم فصورة المسألة من الشخص اشتري بقرة من البائع يعينها ويتفق معهم على سعرها بما تزن من لحم بعد ذبحها على أن كل كيلو جرام من اللحم بكذا حتى بعض الباحثين قال يعني قال بالعكس هذه الصورة فيها فوائد أنها أنفى للغش الغش بملء بطن الحيوان من ماء لن يجي نفع حيانا اللي بيبيعه يبدو الويس والحيوان مية عشان مية دي توزن لم يدي يوزن الحيوان قايم كده يبقى عمليا المية دي بتوزن قالوا هذا أنفى للغش فالغش بملء بطن الحيوان بالماء لن يجي نفع لأن مدار السعري ليس على وزن الحيوان إنما على وزن ما ينشأ عنه من اللحم وقالوا لا تتضمن ما ينافي مقصود كلا المتبايعين لأن كل منهم عايز لحم كثير إن غرض البائع أن يكثر ربحه وهو مرتبط بكسرة اللحم وغاضي المشترية كسرة اللحم ولهذا يبحث عن الحيوان الممتلئ المجتنز استكثارا للحم وإن قل اللحم عن توقعه لن يضره ولن يشعر بالغب لأنه لن يدفع إلا بمقدار ما وزن لحمه فالظاهر أنه لا حرج في هذه الصورة الذي رجحه أمير ليه أنه لا حرج في هذه الصورة قياسا على الصبر الغرر يعني يسير ليس غررا تحشا إلى آخره